الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا يهل الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله لا يهل الله لا يهل الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد ما زلنا في رحلتنا مع الصلاح والإصلاح وأرجو أن لا يمل الناس من هذا الحديث لأن ما تحتاجه أمتنا الآن هو أن نعود إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح أن نعود وأن نصلح من أحوالنا على المستوى الفردي وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الأمة عملية الإصلاح هي عملية مستمرة دائمة لا تنقطع طالما نتنفس فنحن نصلح تتناول هذه العملية الإصلاح السياسي الإصلاح الديني الإصلاح الاجتماعي الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الإعلامي كل شؤون الحياة تحتاج دائما مننا أن نقوم بهذه العملية ولكن إن شاء الله في الخطب يعني بدءا من الآن وفي الخطب القادمة إن شاء الله سنتناول أمثلة عملية من الصالحين والمصلحين الذين حاولوا أن يصلحوا هذه الأمة ما ذكرناه في السابق يعتبر الكلام النظري النصوص التي تناولها القرآن أو تناولتها السنة النبوية أحداث هامة أفكار عامة ولكن كيف أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأفكار وكيف أخذها الأنبياء وكيف أخذها الصحابة وكيف أخذها المصلحون في تاريخنا الإسلامي خصوصا والإنساني عموما ولا بأس أن نستفيد من خبرات الآخرين يعني هناك مصلحون لم يكنوا مسلمين ولكنهم استطاعوا أن يقدموا للبشرية وللإنسانية أفكار عملية استطاعت أن تصلح من شأن المجتمعات الإنسانية فلا بأس أن نأخذ منها فالحكمة ضالت المؤمن المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها ولكن يعني أول من نبدأ به هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسيد الصالحين والمصلحين حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا طبعا كلمة الأسوة ذكرت في القرآن ثلاث مرات أو في ثلاث مواضع موضع خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والموضع الآخر خاص بإبراهيم أما يعني سبحان الله لأن بعض العلماء في أحد التفسيرات أن كلمة أسوة تختلف عن القدوة في أن الأسوة أن تقتدي بهذا الإنسان في كل شيء الاختداء يكون نسبي في بعض الأمور أنت تقتدي بإنسان فيه صفة حسنة في هذه الصفة فقط ولكن الأسوة أن تقتدي بهذا الشخص في كل صفاته هذه أحد المعاني اللغوية ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والموضع الثاني مع أبينا إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه هذه الأسوة التي ذكرت في إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم لها دلالة هامة أن هذين النبيين خاصة لهم قدر عظيم في تاريخ الأنبياء وفي تاريخ الإنسانية عموما ولذلك دائما أذكر أننا في صلاتنا حينما نقرأ التحيات نصلي اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم فمن أراد الإصلاح رسول الله سلم كان صالحا ومصلحا كنبي كإمام كقائد دولة كأب كزوج كجد كتاجر في كل خطوة من حياته رسول الله سلم في كل قول وفي كل فعل قام به رسول الله سلم تستطيع أن تستخلص الدروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي سيرة خصبة وغنية وثرية نستطيع أن نتعلم منها ونستلهم منها في كل أمورنا ولو وردنا أن نستقطع أعمارنا وحياتنا كلها فقط في ذكر سيرة رسول الله سلم لأخذت كل أوقات الدروس وكل أوقات الخطب صلى الله عليه وسلم ولكن حينما سنستصحبها معنا حينما نذكر أحدا من الصالحين والمصلحين نذكر علاقته بنبينا صلى الله عليه وسلم أننا لا نستطيع أن نتفرغ وأن نذكر كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله سلم حينما ذهب إلى مكة كيف خاطب المشركين أهم عملية إصلاح قام بها النبي صلى الله عليه وسلم عملية الإصلاح العقدي إصلاح العقيدة هذه أهم إصلاح أو هذا أهم إصلاح قام به النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح علاقة الناس بربهم ولذلك لما نزل جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم كان أول خطاب اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا الخطاب الأول بإقرأ وأن تقرأ باسم ربك الذي خلق هذه العلاقة كانت لإنشاء ولتصحيح مفهوم العلاقة بين الإنسان وبين ربي سبحانه وتعالى فإذا ما صلحت هذه العلاقة صلحت جميع العلاقة الإنسان حتى يعني علاقات الأسرية حينما يتقل الزوج الله في زوجه وحينما تتقي الزوجة الله في زوجها سينصلح حال البيت وكذلك مع الأبناء الشركاء في التجارة حينما تراقب الله سبحانه وتعالى وتتقي الله في شريكك ويتقي الله شريكك فيك تصلح الشراكة وتصلح التجارة في كل شؤوننا إذا ما عبدنا الله سبحانه وتعالى حق عبادته وإذا ما أصلحنا علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى انصلح كل شيء وهكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المشركين بالحجج الكونية والحجج العقلية وصبر على أذاهم حتى آمن من آمن وكفر من كفر ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا ألا أنبئكم بدرجة أفضل من الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحلقة وفي رواية أخرى لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين صلاح ذات البين صلاح العلاقات بين الأفراد كل المجتمعات الآن تكاد أن تنهار بسبب المشاكل أحيانا الإنسان عنده صراع بينه وبين نفسه وفي البيت صراع بين الروج وزوجي وصراع بينه وبين أبنائي وفي العمل فنعيش الآن في أزمة اجتماعية بسبب الصراعات التي نحن فيها ولكن إذا ما أصلحنا هذه العلاقات كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سنستطيع أن نقوم بعملية الإصلاح ونعيش في هناء وفي سعادة إن شاء الله كذلك أبونا إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعني إبراهيم عليه وسلم أمثلة كثيرة ولكن نذكر يعني لضيق الوقت بعد بس الأمثلة البسيطة هو قام بأهم عملية إصلاح في التاريخ الإنساني إصلاح البيت الحرام الله سبحانه وتعالى يقول وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركوع السجود هذه العملية العظيمة هذا البيت العظيم بيت الله الحرام من طهره؟ من أصلحه للناس؟ إبراهيم عليه وسلم هذه العملية الإصلاحية الهامة التي جعل الله سبحانه وتعالى كل قلوب الناس تهوى إلى هذا البيت وتذهب إليه وتتعلق به ثم عملية التطير الأخرى التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة وطهر البيت من كل الأوثان والأصنام حتى يكون البيت خالصا لله رب العالمين وحتى إذا ما دخلنا هذا البيت لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه العمليات الإصلاحية نحن نمر عليها مرة الكرام ولكن أخذت وقت وجهد ودماء وأموال وصفر وتعب ومشقة حتى نكون فيما نحن فيه الآن نحن يعني الإنسان من سهولة ومن تعوده على ما يراه من يسر العيش البيت السيارة كم من الوقت أخذه الناس حتى يختارعوا المخترعات التي نستخدمها الآن بمنتهى البساطة هذه الأشياء المادية السهلة البسيطة كم أخذ من الوقت حتى يتغير السلوك الإنساني من أول آدم صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا كل هذه الأمور نحن لا نشعر بها ولكن المصلحون وعلى رأسهم الأنبياء بدلوا الجهد العظيم ولذلك المقام المحمود الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث نبينا عليه صلى الله عليه وسلم بمنتهى البساطة كل عمل يقوم به كل مسلم هو في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك لا يستطيع أحدا أحد أن يصل إلى هذا المقام تخيل أول من أسلم أبو بكر صديق رد الله عنه حتى آخر مسلم يوم القيامة كل حسنة كل عبادة تقوم بها كل أجل تأخذه يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فمن يستطيع أن يصل إلى هذا المقام الذي وعده الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وهذا يوسف صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن عقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم لما ذهب إلى مصر ودخل السجن يعني موضوع السجن طبعا موضوع مؤلم ولا يشعر به كثير مننا يقرأ عن السجن ولكن يعني السجن أنت تموت في كل ليلة يصبح الصباح فتحمل الأمل الأمل بالخروج الأمل بالحرية ويكبر هذا الحلم حتى يصبح جنين يتحرك في أحشائك وفي قلبك ما يأتي العصر وتغلق الأبواب هذا الصوت المزعج المزلاج تك إنما يأتي فإنما ينتزع روحك منك ثم يأتي الليل فيموت الحلم في قلبك تغسله وتكفنه وتدفنه فتموت كل ليلة السجين يموت كل ليلة لأنه في كل ليلة يريد أن يخرج ولا يستطيع نحن نقرأ عنه ولكن لا نعيشه يوسف عليه الصلاة والسلام عاش هذا الألم في مكثة بضع السنين أقلها ثلاث وأكبرها تسع سنوات هل فقد الأمل هل أهمل عملية الإصلاح وقال أنا عاطل من الحياة أنا لا قيمة لي في الحياة لا يوسف عليه الصلاة والسلام برغم هذا الوضع المأساوي استغل كل فرصة ليقوم بعملية الإصلاح أول حاجة الإصلاح العقدي حينما الرؤية التي رأاها السجينان ثم يعلمهما يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أمن الله الواحد للقهر أنت في مشكلة عظيمة وفي أزمة عظيمة ولكن لم يأس من الإصلاح لماذا؟ لأنه صالح مصلح يريد أن يصلح الناس يريد أن يأخذ الناس من النار إلى الجنة الشيطان يريد أن يأخذ الناس من الجنة إلى النار ولكن الأنبياء الصالحون والمصلحون دأبهم أن يقاوموا الشيطان وأن يأخذوهم من النار إلى الجنة بل قام يوسف عليه الصلاة والسلام بوضع أحد الخطط الاقتصادية أو إصلاح الاقتصاد الهام في التاريخ الإنساني وفي تاريخ مصر لما الملك رأى الرؤية لم يبخل يعني لم يقل لهم أخرجوني من السجن وأعطيكم الحل صلى الله عليه وسلم هذه عظمة البشر بل قال سأعطيكم الحل أيها المتخلفون المتأخرون سأعطيكم الحل أن تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصنون بعد أن أعطاهم الحل حدث القصة المشهورة لما أراد الملك أن يخرجه من السجن فأراد صلى الله عليه وسلم أن يثبت براءتها أولا فسأله عن النسوة التي قطعنا أيديهم بل هذه عظمة الصالحون والمصلحون هو لم يهمل أن يصلح عقديا من حوله ولم يبخل أن يعطي الحلول لإصلاح هذه الأمور التي يحتاجها الناس في عصري وهذا أبو بكر رضي الله عنه وما قام به يعني يكفي أبو بكر فخرا رضي الله عنه وأرضاه هذا العظيم الذي يوزن إيمانه بإيمان الأمة كلها انحرفت الأمة بعد وفاة الله عليه وسلم ارتد العرب إلا ثلاث مواضح ثلاث أماكن مكة والمدينة والطائف وارتد العرب وحاربوا وقالوا نمنع الزكاة منهم من قال نصلي ومنهم من قال لا نصلي ومنهم من قال نصلي ولكن لا نعطيك الزكاة كنا نعطيها لرسول الله أقوال كثيرة ثم قال قولته العظيمة في مرواه البخاري لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس يعني هم يقولون لا إله إلا الله حتى وإن منعوا الزكاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة هذه عملية إصلاحية هناك خلل في ترتيب الأولويات عند المسلمين أنه يعني يصلي ولا يزكي يزكي ولا يصلي أو يصوم هذه أركان الإسلام لا تستطيع هذه منظومة كاملة متكاملة لا نستطيع أن نأخذ وندع أن نقول هذا مناسب للعصر وهذا غير مناسب للعصر لا دين الله سبحانه وتعالى دين كامل ولا المثل أعلى أنت ذا تشتري أي سيارة فأنت تريد المحرك من مرسيديس أو شكل السيارة أو جسم السيارة من فيت والآخر من ضدش هذا غير ممكن أنت تشتري منظومة متكاملة أنت تأخذ أو تعمل في شركة أنا أريد أن أعمل في الشركة هذه بقوانين شركة ألف وقوانين شركة بقوانين شركة لا أنت تأخذ الشركة وتقبلها وكما هي فأنت تفكر أنت حر قبل أن تدخل في الإسلام أنت حر تفكر وتفكر وتفكر ثم قررت أن تسلم فعليك أن تقبل الإسلام كما هو ولا تغير في دين الله سبحانه وتعالى فيقول أبو بكر رضي الله عنه فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا عناقا كانوا يؤدون عناق يعني عنزة صغيرة ماعز كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها أو على منعهم فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق هذا عمر رضي الله عنه أيضا لما ولي الخلافة أنشأ الدواوين عملية العرب أم بسيطة ليس عندها هذه المدنية والنظام عدد المسلمين يزيدون لهم خراج ولهم أعمال وقام باقتباس من الفرس بعض الأنظمة الإدارية التي يصلح بها أحوال الناس كل هذه عمليات إصلاحية قام بها الناس الآن نحن كما قلت نستسهلها ونرى أنها شيء طبيعي أبدا هي لم تكن شيئا طبيعيا لقد بدل فيها وقت وجهد وعرق وتضحيات الأمم تنتصر بالتضحيات لو لها هؤلاء المصلحين لو لما بذلوه من أجل هذه الأمة لكنا في الخلف مئات السنين وآلاف السنين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ولن ندخل في عملية الصراع بين القديم والجديد بين الأصالة والمعاصرة بين التراث والحداثة هذا الصراع الذي يستنزف أوقاتنا ولا نخرج منه بشيء نحن لا نستطيع أن نعيش دون ماضينا دون تراثنا ولا نستطيع أن نعيش دون حاضرنا فنحن أحفاد الماضي وأبناء الحاضر وأجداد المستقبل هذه المعادلة الزمنية في منتهى الأهمية نحن أحفاد هذا الماضي لا نستطيع أن ننفصل عنه ولكن أبناء هذا الحاضر نتعامل معه ونتفاعل معه سواء بالتأثير السلبي والإيجابي نحن نعطي ونأخذ نحن نؤثر ونتأثر فعلينا أن نتفاعل مع هذا العصر بما يناسب إمكانياتنا نتعلم من التراث أو نستله منه مبادئنا وقواعدنا العامة الأصول العامة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان نحن لا أتكلم عن العبادات فالعبادات توقيفية لن يأتي وقت تتغير في هيئة الصلاة ولا الصيام ولا الحج كما ذكر بعض الناس يقولون الحج لماذا يحج المسلمين في أيام محددة ماذا لو استخدمنا العقل يعني قمنا بالحج على مدار السنة نستطيع أن بدل أن يحج ثلاثة ملايين أو اربعة ملايين في وقت واحد نستطيع أن يحج مليون كل شهر أو كل أسبوع فبالتالي يحصل على عشرين أو ثلاثين مليون يحج في العام الواحد لا نستطيع هذا لا مجال للعقل أن يعمل فيه لأنها عبادة والعبادة توقيفية الأصل فيها المنع كما هي جاءت من ربنا لا نستطيع أن نبدل يوما ولا أن نغير يوم ونفعل كما فعل العربية النسيئة تمام لكن أتكلم عن المحاملات كثير من المعاملات الإسلام وضع فيها ضوابط عامة سواء المعاملات حتى في الزواج فيه معاملات تختلف أحكام السياسة القوانين الاجتماعية قوانين المرور قوانين البناء قوانين المدارس والعملات التعليمية كل هذه القوانين كل هذه الأمور معاملات تتغير بتغير الزمان والمكان فنخد من الماضي هذه الأصول الثابتة التي لا تتغير ونستلهم من الجديد من أي مكان في العالم هذه الأساليب المتجددة ولكن نأخذ حتى ونحن نأخذ الأساليب نأخذها أخذ العزيز الإنسان العزيز الذي يشعر بعزة الإيمان ورفعة الإيمان حينما يأخذ ينتقي لا يأخذ أخذ الذليل الجائع الذي يلتهم كل شيء فيأخذ الصالح والطالح النافع والفاسد أو النافع والضار الصالح والفاسد لا أنت تأخذ بعقل وبانتقاء كما تأخذ لبطنك وتريد أن تأكل حينما تذهب إلى أي محل طعام وترى بعض الفاكهة أو الخضروات طازجة وترى الأخرى عطنة ماذا تفعل تأخذ الصالح وتترك العطن الفاسد ولم تأخذ كل شيء تخيل بقى أن هناك مجاعة والناس يتقاتلون على الطعام سيأخذون كل شيء لأنهم جوع أذلاء أما المسلم العزيز المرتفع بهذا الدين عزة هذا الدين ورفعت هذا الدين يأخذ بانتقاء وهذا ما يحدث أو هذا ما نرجوه ونحن نأخذ من حاضرنا من مجتمعنا الذي نعيش فيه هذه البلاد كندا بلادنا حينما نأتي إليها مهاجرين فأنت أصبحت مواطنا كناديا لك كل الحقوق التي يتمتع بالكنديون أما أن نهجر المجتمع الكندي بسبب أن هناك بعض الممارسات الخاطئة التي يرفضها ديننا وترفضها فطرتنا ونستسلم هذا خطأ بل يجب أن نقاون ويجب أن تكون هناك عملية إصلاح كلكم سمعتم عن هذا الملصق في أحد المدارس والذي صورت فيه بنتان محجبتان في وضع غير لائق لا يليق أبدا بالدين هذا نرفضه رفضا تاما ويجب على كل المسلمين في كندا أن يقفوا ضد هذا الملصق ويجب أن تتوحد جهدنا من خلال الأسليب القانونية والضغط السياسي والضغط الاجتماعي على الحكومة الفيدرالية أو حكومات المقاطعة كأنتاريو أو إدارة التعليم المختلفة أن نقف نقول لا هذا ضد الدين هذا انتقاس هذا فيه انتهاك لحرية الأديان وهذا انتهاك لحقوق الإنسان كمسلم ليس من حق أقلية نحن في كندا نحترم كل الأقليات لأن المجتمع الكندي مجتمع متعدد الثقافات قام على كل الأقليات وكل أقلية لها الحق أن تعيش وأن تمارس ما تعتقده هذا اتفاق اجتماعي بيننا جميعا عقد اجتماعي بيننا جميعا ولكن أن يطغى فكر أقلية على باقي الأقليات هذا غير دستوري وهذا غير قانوني وعلينا جميعا أن نرفضة وأن نقومه فإذا استسلمنا لهذا الأمر سيأتي يعني ذكر لي صديق من في كيباك هو في كنادي فرنسي يقول أن ناظر أحد المدارس رعاه أن البنات حينما يأتون للمدرسة الجيبة أو التنورة قصيرة جدا هذا الكلام يعني هذا الأسبوع قال لي هذا الكلام فالناظر أصدر قرار أنه سيقيس مقاس التنورة أو الجيبة فإن قلت عن حد معين سيمنع البنات من دخول المدارس ثارت عليه الدنيا انتقده كل الناس يقول الرجل ولكني أنا أؤيده يعني هناك كثير من المجتمع الكندي من يدعو إلى هذه الفضيل حتى هو قال الرجل لا يبقى إلا أن تأتي البنات بعد أسبوع أسبوعين بالبيكيني هذا هو التعبير الذي استخدمه فعلى المسلمين أن يتحدوا وأن يتعاملوا وأن ينسقوا مع الأقليات الأخرى التي ترفض مثل هذه الأفعال وهذا جزء مع مدل الإصلاح حينما نقرأ عن أبي بكر وعن عمر ليس معناه أن ننفصل عن الواقع لا نأخذ من هذه العبر وهذه الدروس الطاقة والأساليب والفكر العام الذي نستطيع أن نقوم به الفساد أو الأخطاء التي تطاق في هذا المجتمع وإلا لا قيمة لوجودنا هنا يعني المسلمون الآن أكثر من مليون أو مليون ونصف صار لهم وجود وصار لهم احترام كأي أقلية أخرى لا أقول نحن أفضل أو أقل نحن كالجميع نحن متساوون كل الأقليات الموجودة في كندا يجب أن يكون لها نفس الحق ويجب أن نحترم اختيار الآخرين من شاء أن يختار ما شاء فهو حر لكن لا يلزمني بهذا الاختيار ولا يلزم أبنائي بهذا الاختيار كثير مننا يقول نحن في كندا ندفع ضرائب كثيرة طب أنت تدفع ضرائب كثيرة لك الحق في أن تقول لا إذا كان هناك خطأ يمس حقوق الإنسان أو يمس حقوقك الدستورية طيب ما الحل ببساطة عندنا حتى نكون عمليين عندنا في كل نأخذ هذا المسجد كمثال مركز الدار عندنا المدارس الموجودة في أوكفل في كل مدرسة يوجد المسا أو جمعية الطلاب المسلمين لماذا لا تقوم في المسجد هنا بعض الأخرى ذلك أنا أدعو الناس شاركوا في هذه الأعمال لا تقول أنا ونفسي نفسي أبنائك الآن يتعرضون للخطر مجموعة من الإخوة والأخوات تنشأ هيئة أو جمعية أو لجنة هذه اللجنة تتابع المسا في المدارس وتعلمهم وتدربهم ماذا يلاحظون ماذا يقرؤون ونغرسهم هذه الفكرة فكرة سواء تسميها ما تشاء أنا أسميها عين أو آي أو أنا آي أنا أرى فإذا ما رأيت شيئا ضد الدين أو حتى ضد الإنسانية أو حتى ضد أي معتقد آخر ينال منه نقول يا جماعة الخير هناك مشكلة ثم تأتي هذه اللجنة وتجتمع وتقابل إدارة التعليم تقابل الناظر تقابل المسؤولين وتقول لهم وتشرح لهم فيكون هناك ضغط سياسي لكن أن تكون دائما هبة عصفة تحدث يكون رد فعلي سريع غضب ها ثم ننام ثم تحدث مشكلة أخرى ننهض ونغضب ونتكلم وننام لا علينا أن نتعلم أن ننشئ عمل مؤسسي قوة المسلمين في هذا العصر في إنشاء المؤسسات كل مشكلة تقابلنا علينا أن ننشئ مؤسسة لنحل هذه المشكلة لنصلح هذه المشكلة ونواجه هذا التحدي هذه دعواتي إليكم أن تكون هناك هذه المجموعة أو الجمعية التي تقاوم كل ما ينشر أو كل ما يتعلم الأطفال في المدارس الحكومية الكندية حتى نواجهها بالأسليب القانونية المعتبرة في هذه البلاد وهكذا يكون هناك ارتباط بين مبادئ الإسلام التي يجب أن نحافظ عليها وبين المحافظة على هذه الأجيال التي ستأتي في المستقبل حتى لا يكون دينها مشوشا هو يعرف هو يتعامل مع المسيحي واليهودي والهندوسي هو يعلم أنه يخالف دينا هو يحترم اختياره ولكن أنا لي دين لكم دينكم ولي دين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وأن يحفظ بناتنا وأن يحفظنا في هذه البلاد اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلة اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب من أحبك وحب كل عامل يقرب إلى حبك اللهم نصر الإسلام والمسلمين في كل زمان وفي كل مكان ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ورحمكم الله